كل من البصل ما حصل وأكثر من شيء بصل يأكلون ما شيء صح؟ فهذا هو لازم يعني مذل ما يقولون فايدة وبعدين ما قلت إحنا الإماراتيين على فكرة نحب أكل بلاد الشاب بشكل رهيب هو طيب الأكل فيه متنوع أنا دايما أقولهم أكل البحر المتوسطة أهالي البحر المتوسط هو الغالب ليش؟ لأن كلها زيتون أعشاب خضار عرفتي ويعتمد على الشوي إحنا أكلنا ممتاز بس شو المصيبة أكثر شي فيه بهارات وبهارات يغطي على طعم الأكل صح شفتو أنا ما أحطى بهارات كثيرة يعني إلا حطنا فلفل أسود سماق وحطها شو شوية كمون أما إحنا لما نحطي نحطي ما شاء الله فلفل أحمر هال كل كل اللي تتوقعينه مظبوط نخلطها ونحطي عليه ففعلا ساعات يغطي على طعم الأكل مظبوط وبعدين لا نتكل كثير على الكاربز يعني مش كثير رز صح يعني إحنا الرز بيجي طبق جانبي مع اليخنة أو مع الطبق إحنا غداء بدون عيش ما يعتبر غداء لازم كل غداء عيشوا سمج عيشوا لحم عيشوا دياج لازم شهاتي ضعفوا هيد هاي المصيبة صدق فأحنا يعني فقلش طبقتنا اليوم سحلة على فكرة يعني البرنسب المالي أسهل منه ما شيء بس أزنخ ما فيه قص البصل فالله يعين ها اللي بده تقص البصل تقص البصل هاي المصيبة لا تدمع ودعا بس يقولولك أولنا إذا أنك تبين تخففين التدميع من قص البصل أنك شوية أغلي خفيف البصل بس يعني دقيقتين في مي فاترة وبعدين قصصي عم بيقولوله هيدا بالتكنيك اسمه بلانشير يعني ننزله بمي مغلية دقتين ومنشيله شيله ليش؟ حشان لما نقصصه ما نرس ندمع 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 منيح هيدا المعلومات لأنه فعلا أكثر الناس تقول هيا حبيل ستساوي مسخن وقص هل قد بصل وبكل حد عنده خدامين صح فتأمل هاي الطريقة وتقصص لأنه نحتاج تقريبا من 2 إلى 3 كيلو بصل يلطيف يلطيف مثل شربة البصل يعني بالضبط والأن لأنه بتكدري تحتاجين لأن كل الطبخة بصل لأنه تعرفين لما تغلين البصل يصير شوية وحنا الخبز لازم يكون مليان بصل نبدأ حين في الطبخة يلا يلا أول شيء لدينا قسمين بأيسيات أول شيء البصل هو المهم نجيب الطنجرة ونحطي فيه البصل طبعا أنت وكميته عازم ناس ما عازم ناس حسب كمية الدجاج اللي عمليه يعني أنا مثلا عامله هني دلت جاجات مثلا مثلا إذا دلت جاجات بحطي نص البصل نعم لازم كل هالبصل ولما أحطيه تحطي كله تعرفين لا تستني لتحطين الزيت من أولها نحطي البصل نصة وبعدين بعد شوي ما طلع ميته نحطي عليه الزيت وبقوله شو بنعمل طيب يلا أوكي وحطي خلي الطباخي حطي شفت له كسل يا سلام على ريحتي يا سلام يا سلام ما بقى في عياد اليوم لا 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 الحمد الله